أخ سائل بيقول أن أنا كان عندي محل أدوات صحية ولكن حصلت ظروف وقفلت المحل وأنا ما عنديش أي مصدر داخل تاني أجيب منه المال عشان أفتح مرة أخرى التجارة يعني والمحل حاولت أتصرف من أكثر من مصدر يعني ولكن لم أستطع وأنا عندي 52 عام وأعول 3 أولاد وزوجة ولو يوجد لي أي مصدر داخل غير هذا المحل هل يجوز لي أن أقترض عشان أفتح المحل مرة أخرى؟ يعني أولا هنا المسألة فيها رأيان فيما أتصور لا أنقل عن ناحث في أحدهم فيها لكن أتصور في تصوري أن في هذه المسألة اتجاهان اتجاه الأول يرى أن هذا الأخ الذي أفلس وأغلق المحل لأنه كان صاحب محل هل شرط أن الإنسان الذي بدأ حياته بصاحب دكان أن يظل طول عمري صاحب دكان؟ يعني افترض لا توجد بنوك ستقرضه لأنه ليست عنده ضمانات ماذا سأفعل؟ سأبحث عن عمل سأبدأ بدل أن كم صاحب محل أو مدير كموظف ثم يتمع مالا ويبدأ من جديد إنما بعض الناس يتصور أنه اتولد غني لازم أفضل طول عمري غني اتولد مدير لازم أفضل مدير فإذا الحياة تغيرت به وانتقلت من الإدارة إلى أن يكون لسه صاحب ملك فيحل لي الربا أو الحرام بأنه ضرورة لا هي الضرورة لما تتعلق بضرورات الحياة يعني إنك أنت والله قالك الرفين عبين عفين مرض وليس عندك مال وعملية يتعيش يتموت لضرورات الحياة ولم تجد من يقرضك القرض الحسن أن أقول لك ضرورة الحياة فمن الطر غير باغ ولا عاد إنما من قال إن من ضرورات الحياة أن تكون مديرا أو صاحب عمل هل ذا من ضرورات الحياة؟ لا ضرورات الحياة أنك تشتغل فهل لم تجد عملا في أي محل آخر أو مكان آخر كموظف؟ هي دي المسألة الرأي اللي هي تجد تبلك لا والله لأنه ليعمل والكذا طيب بس دا إحنا دخلنا على إطار وده اللي أنا بميل إليه الرأي الأول دخلنا في إطار إن إحنا حولنا رفاهية الحياة أو البريستيج المستوى العزي يظهر به بالحياة بإنه يبقى لا دا مش ضرورة أين أي أنا اليوم أمس يكون تشغال في وظيفة ويامر أين رؤساء أقسام في جامعات وجاء الانقلاب والناس خرجت غيروا بصرهم العمل يشتغل موظف عاد ما الأزمة فالله ما أصده دي مش ضرورة الحياة